أهلاً أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم باسم الرب يسوع مثل ما شايفين الخلفية طبعاً اختلفت عن الستوديو الماضي احنا انتقلنا لستوديو جديد ولمدة أو لعدة شهور كنا منشتغل على الستوديو الجديد حتى نطوره بشكل أفضل وبشكل أحسن لبرامج عديدة انتوا عارفين خدمة نور لجميع الأمم هي مش بس خدمة هي الهيئة تحت هذا الاسم مننتج فيها برامج عديدة منها طبعاً البرنامج الرئيسي هو في اللغة العربية ولكن أنتجنا برامج في اللغة الإنجليزية وترجمنا برامج للغة الأردو والفارسي والتركي ونشكر الرب إلى هنا أعاننا الرب احنا بهذه الخدمة منحاول نصل لشعوب كثيرة يعني الخدمة الرئيسية واللي حطه الرب على قلبي هو خدمة الكرازة والبشارة إعلان اسم الرب يسوع لكل الشعوب ولكل الأمم ومع هذه الخدمة طبعاً في خدمة المتابعة والتلمذة الروحية وبناء المؤمنين ومنها التدريب بالقادة الخدام وأيضاً نشتغل على الأرض في عدة دول في زرع كنائس جديدة في دول عديدة ولسيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدمتنا هي بكل بساطة إحنا نتشبه أو نتمثل لخدمة الرب يسوع هاي الخدمة اللي بسميها الخدمة الخماسية تعليم كلمة الله الكرازة بالإنجيل الشفاء المرضى والتحرير من الأرواح الشريرة وصنع الخير طبعاً لكل المحتاجين هاي الخدمة وصلت تقريباً إلى كل أنحاء العالم وإحنا منصلي من خلال هذا الستوديو الله يستخدمه أن يكون برامج يعني يكون بركة من خلال البرامج المتعددة من هذا المكان والرؤية اللي حطها الرب على قلبي أنه يكون انتجات أخرى في لغات أخرى ولسيما في الأردو اللي بتصل للباكستان والهند واللغة الفارسية والتركية أيضاً ارفعونا في صلواتك والجدير بالذكر كمان أنه يعني هاي الخدمة بيقوم أنت بتشوفه نزار شهين على الشاشة ولكن ما وراء الشاشة فيه فريق وطاقم كبير جداً اللي بساعد واللي بعد والمتابعة في كده دولة وكده شخص اللي بساعدنا في الميديا وفي المتابعة والتحضير والتجهيز فأنا بشكر رب من أجل كل الفريق اللي ساعدنا حتى نوصل إلى هذا اليوم إخوتي وأخواتي اليوم رح أتكلم أول حلقة جديدة من الستوديو لست أستحي بإنجيل المسيح ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة